ترأس غبطة البطريار بيرباتيسيا باتسبالة بطريار القدس للاتين القداسة الاحتفالية بمناسبة عيد العذرائي ويوم السلام العالمي وذلك في كتدرائية البطرياركية بمدينة القدس وفي عظته قال غبطته اعتادت كنيستنا في بدء السنة الميلادية أن تتوجه إلى مريم والدة الله لتطلب نعمة السلام بواسطة البتول الكلية القداسة لكن لن ننسى أن السلام لا يتحقق إن كانت صلواتنا لا تتفق مع خياراتنا ومن هنا يجب أن نتصالح جميعا مع أنفسنا ونتعلم كيف نطحر توقعاتنا التي يلوثها كبرياؤنا وختم البطريارك باتسبالة قائلا الوحدة التي نتوقعها في مجتمعنا تحتاج إلى قلب واحد يعرف المغفرة وقادر أن ينفتح على الآخر بثقة من غير خوف اشتركوا في القناة